موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الأساتذة الزملاء المحامين السلام عليكم ورحمة الله النهاردة هنتكلم عن حقوق وضمانات المحامي وعلاقته بموكله لكن قبل ما نتكلم عن ده عايزين ننوه لحاجة بسيطة نقدر نعملها تنهض بأسلوب عملنا مع بعض وباحترامنا البعض وهنا هكتبس كلمة لمعالي المستشار النقيب الأستاذ رجاء عطية لما قال فيها أن المحامي هو المؤلف وهو المخرج وهو الممثل ويقصد بها في مرافعته وفي جلسته أنه هو اللي بيحضر دفاعه وأنه هو اللي بيؤدي هذا الدفاع وهو اللي بيخرج هذا الدفاع فكلمة جميلة أن المحامي هو المؤلف والمخرج والممثل لكن عايزين نوسع هذا المعنى شوية ونألف ونخرج ونمثل في علاقتنا البعض كلنا بنتكلم على علاقة المحامي بالمحامي وعودة احترام المهنة وأصول المهنة ولياقة المهنة التي كنا نسمع عنه ورأينا منها أساتذة أجلاء لا زالوا بيننا نتعلم منهم تقاليد المهنة وأصوله في حاجة بسيطة جدا نقدر نعملها مع بعض هتوصلنا لهذا الاحترام كلنا بنتكلم على الاحترام وعلى واجبات المهنة وعلى عودة المهنة إلى أصولها طب أعمل إيه ما فيش حاجة محددة للشاب بيعمل في فكرة بسيطة ممكن نضيف عليها ونركب عليها أفكار كتير هذه الفكرة ببساطة شديدة جدا وإنت بتنفذ مقولة معالي النقيب أن المحامي والمؤلف والمخرج والممثل في الدعوة وأسمها المرافعة ده من المحكمة تقدر أن حضرتك توسع المسألة وتعمل ده من ساعة ما تدخل المحكمة تمثل دور المحامي يعني إيه محامي تكون محترم جدا كلامك محسوب جدا حركتك منضبطة جدا اللقطة بقى اللي عايزين نتكلم فيها النهاردة هي علاقتك بزملائك اللي صغر منك تشفق عليه وتحترمه لأنه ما يعرفش اللي انت تعرفه معلوماته أقل فتشفق عليه وترحمه اللي في مستواك هو زيك احترمه لأنه وأنت انت زيه تحترمه لهذا السبب اللي سبقك تحترمه لأن ده سبقك دي مهنة مهمة جدا إن احنا نعمل هذا الأمر فيما بيننا إذا دخلت حضرتك احترمت الصغير واللي أدك والكبير والنشفوك على هذا النحو هيحترمك ويحترم اللي انت احترمته نفس الكلام لازم ينسحب على الموظفين في المحاكم نفس الكلام لازم ينسحب على علاقتك بالقضاء والسادة أعضاء النيابة العام نفس الكلام لازم ينسحب على علاقتك بالشرطة المفروض ان انت محامي لا تنفعل أبدا ليه لأنك عارف حدودك وحدود اللي قدامك فبتكلمه باللي هو يستطيعه وبما يتحمله سلطته ما تكلمش زابط في اختصاصات وكيل نيابة ما تكلمش وكيل نيابة في اختصاصات زابط لازم تعرف حدود كل واحد قدامك عشان تعرف هتكلمه في ايه هنا يتجلى دورك واحترامك دي حاجة بسيطة نقدر نعملها كلنا هتبقى بداية بسيطة تستطيع ان انت تعملها هتحفظ لك وقارك بين زملائك وبين العاملين وبين موكليك وبين كافة من يرى هذا الاحترام الصادر من حضرتك للآخرين دي مسألة بسيطة حبينا نوضح ان احنا ممكن نعملها ومش هتكلفنا حاجة ومش عايزة خبرة ولا عايزة مجهود احترام الآخرين ده أمري في منتهى البساطة لكن أصره في منتهى الخطورة وجرب وهتشوف هنتكلم النهاردة عن حصانة المحامي وواجباته وما يجب عليه وما لا يجب وعلاقته بزملائه وعلاقته بالمحكمة وكافة ما يتعلق بأعماله في عجالة سريعة اولا فيما يتعلق بحصانة المحامي انه لا يجوز القبض على محامي او حفظه اختياطيا في جريمة من جرائم الجلسة دي اول حاجة اذا ارتكب اي شخص عادي جريمة جلسة المحكمة بتوجه له الاتهام وبتصدر الحكم وبتنفزه في نفس اللحظة اما هذا فيمتنع على المحكمة ان تفعله مع المحامي ولكن القانون رسم لهذا الامر امرا خاصا في المادة تسعة واربعين من قانون المحامات وهي ان تحرر محضرا وترفعه الى النيابة مذكرة وترفعها الى النيابة والنيابة تحقق الامر ولا يجوز القبض على المحامي او تفتيشه اذا ما رأت النيابة تقديم اي محامي للمحاكمة فالنائب العام وحده هو الذي يقدم المحامي للمحكمة لا يجوز لعضو نيابة ولا لمن هو ادنى من النائب العام شخصيا من تقديم المحامي الى الاتهام فالنائب العام وحده له الحق في رفع الدعوة الجنائية عن جرائم التي تقع من محامي اثناء وبسبب ممارسة مهنته هذا فيما يتعلق بالمحامي وشخصه وعدم القبض عليه امام المحكمة كمان حصانة المحامي في مكتبه لا يجوز تفتيش مكتب المحامي الا بحضور رئيس نيابة وفي حضور عضو مجلس نقابة هذه ضمانة اخرى حصانة المحامي فيما يبديه من دفاع انت حضرتك اللي بتحدد الدفاع اللي انت هتقوم به بترسم الدعوة بتاعتك هتشتغل فيها ازاي هتبدأ بايه هتنتهي بايه ايه اللي حضرتك شايف ان هو مهم تعرضه كل ده مرتبط بثقافتك القانونية وخبرتك اللي هتؤهلك لهذا وازكر في هذا المجال الاستاذ الهلباوي كثيرا من الزملاء لا يعرفون الهلباوي هو كان اعظم محامي في مصر فيه فترات سابقة في بدايات عصر المحامات بل كان محاميا فريدا متفردا بيحكي ان هو كان مرة في فرنسا فشاهد محامي بيحضر في قضية حادثة اول مرة تحصل سيدة ذهبت وجدت زوجها مع عاشقته فمزقت وجهها بازافرها واسكبت عليها ماء النار فكانت جريمة شنعاء تحرك لها المجتمع الفرنسي كله والصحافة آنذاك لانها كانت جريمة جديدة لم تحدث من قبل وكان الهلباوي حاضر لهذه الجلسة فوجد محاميا كان يجلس بين المحامين لا تظهر له اي ميزة ويبدو شخصا عاديا وحين انبرى للمرافعة وجد اسدا جسورا حين يغضب يغضب الجميع وحين يفرح يفرح الجميع وحين يتعجب يتعجب الجميع فقد استلب فؤاد كل الحاضرين وانتهت مرافعته ببراءة هذه السيدة الذي كان المجتمع كله ضدها قضي لها بالبراءة ثم قرج وسأل فاذا به الاستاذ لاشو المحامي الفرنسي زائع الصيد اللي كانوا بيسموا الدفاع كان اسمه الدفاع من شهرته وشطرته الملاحظة اللي لاحظها الاستاذ الهلباوي ودونها انه كان في خارج الجلسة شخصا عاديا بسيطا لكن حين نوديا للدعوة كان شخصا مختلفا عالما مؤسرا متأسرا متحكما في مشاعر الموجودين دي مسألة مهمة جدا انا بالفت النظر لها انت وانت بين الناس تبقى زيهم لكن حين تنبري للمرافعة لازم تكون مختلف ومختلف تماما ودي المسألة اللي بتاخدنا المسألة حصانة المحامي فيما يبديه من دفاع انت اللي بتحدد دفاعك كيف يكون المحكمة ما تقدرش تفرض عليك ان توجهك في الدفاع لا تملك المحكمة هذا لا تقدر تقولك تتكلم في ايه ولا ما تتكلمش في ايه لان ده وجبك انت مش وجب المحكمة ودي من الحصانات والضمانات الشديدة جدا 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 اللي موجودة في مهنة المحامات انك انت المتحكم في الدعوة والمهيمن عليها وانت اللي بتسير دفاع اه اللي بيحكم فيها القاضي اللي بيتحققها النيابة لكن الدفاع والمرافعة هذا امر يخصك وحدك هذا فيما يتعلق فيما يبديه المحامي من دفاع كمان القانون حمى من السب والقصف وانه يقع تحت طائلة القانون اذا ما باشر سبا او قصفا اسناء مباشرة الدفاع اما في الامور العادية فانت مواطن عادي لا فرق بينك وبين غيرك كافة الحصانات هي بتبقى في حدود العمل فقط فانت حصناتك فيما يخص السب والقصف في الدعاوة دي مكفولة لا تحسب على سب ولا قصف اثناء نظر الدعوة شريطة ان يكون في الدعوة وفي موضوع الدعوة وفي الفاظ خاصة بموضوع الدعوة وهنا نلفت النظر لمسألة مهمة جدا بيقع فيها بعض الزملاء ان هو بيقوم باعمال السب والقصف ويتطاول احيانا في انذار هذا الانذار لا توجد به اي ضمانة للمحامي ولا حصانة الانذار ورقة من اوراق المحضرين وليس دعوة القانون قال اننا بحميك في قيامك بواجبات عملك عند مباشرة تتحق الدفاع الانذار ما فيوش حق دفاع فخلي بالك في الانذار تكون حساس جدا في الفاظك لكن تاخد راحتك في الدعاوة عشان تقدر تقوم بدفاعك ودي العلة اللي اصادها المشرع من انه هو يديك راحتك في الدعاوة لانك ربما تخطئ ربما تتجاوز في لفظ فبيعطيك الحرية حتى تنهض بحق الدفاع لان ده مش خدمة ليك خدمة للدفاع نفسه خدمة للمتهم خدمة للعدالة انه هو يضمن لك حريتك عشان تقدر تؤدي براحة وتتقلق وتبدع اما اذا تم هذا في انذار فانت مسؤول عن كل كلمة وردت فيه مسؤولية كاملة ولا تشملك الحصانة القانونية ايها الاستاذ المحامي في الانذار اما في الدعوة اوراق دعوة عريض الدعوة مرافعة شفاوية فلك ان تفعل ما تراه شريطة ان يكون مرتبطا بالدعوة وبموضوعها يبقى عقوبة التعدي على محام المادة 45 محاماة بتقول يعاقب كل من تعد على محام او اهانه بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامه باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة وهذه ضمانة اخرى تضمن لك ان تؤدي عملك في احترام ونزاهة وحيدة اشتركوا في القناة